إذن مشاهدين الكرام تابعنا معكم مظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية في برلين وفينة وأيضا تابعنا تظاهرتين في تل ابيب منها من يطالب بانتخابات مبكرة وأخرى تطالب بصرعة إبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مشاهدينها الكرام دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم قادة ورموز وعلماء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك لوقف العدوان عن قطاع غزة وسرعة إنقاذ الفلسطينيين وعزل إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا جراء ما ترتكبه من جرائم حرب جاء ذلك في رسالة بعثا هنية لقادة ورموز وعلماء الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة قرب شهر رمضان ينضم إلينا الآن عبر الإنترنت سيد طاهر نونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس سيد نونو وحييك على الجزيرة مباشر ودعني أبدأ معك من شهر رمضان بعد غد من الممكن أن يكون أول أيام هذا الشهر الفضيل يعني نسى الله عز وجل أن يكون شهر أمن وأمان عليكم وعلى الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى الجميع بالتأكيد هل من الممكن أن يكون تكون هناك صفقة وتكون هناك هدنة ووقفة إطلاق النار في بداية شهر رمضان أم أن هذا الآن أصبح مستبعدا بشكل كبير بسم الله الرحمن الرحيم ونحن ننضم إليهم ونهنئ شعبنا وأمتنا بهذا الشهر الفضيل شهر البركة وشهر الخير وشهر الانتصارات التاريخية الخالدة على مدار التاريخ الإسلامي الطويل فيما يتعلق بقضية الهدنة أو قضية وقف إطلاق النار وهي مصطلح الأدق الذي نستخدمه نحن وتحديدا وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة نحن نبذل كل الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف ومن أجل وقف هذه الاعتداءات والحرب العدوانية التي يقوم بها الاحتلال على شعبنا وعملية التدمير الممنهج لكل ما يتحرك في قطاع غزة وكل البناء التحتية والمنهزة أما قضية الوقف بحد ذاتها هي مرتبطة بقرار يمكن أن يتخذوا الاحتلال الإسرائيلي وإذا ما توفرت الضغوط اللازمة من المجتمع الدولي ومن الأطراف الفاعلة في المنطقة نحن نعتقد أن هذا يمكن أن يصبح واقعا ولكن طالما أن الإدارة الأمريكية توفر القطاع السياسي للاحتلال لارتكاب هذه الجرائم والمزيد منها وتزوده بالسلاح وبكل ما يحتاج لممارسة هذه الجرائم بالتأكيد أن الاحتلال سيواصل هذه الحرب العدوانية لذلك هذا الأمر معتمد على مدى الضغوط ومدى قناعة المجتمع الدولي ضرورة ممارسة الضغط اللازم ليقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطينيين سيد النونو في اللحظة التي نتحدث فيها الآن هل توقفت المفاوضات بشكل أو بآخر المتعلقة بإيقاف الحرب على القطاع أما زالت قائمة؟ لا نستطيع أن نقول أن المفاوضات توقفت هناك الاتصالات مستمرة ومتواصلة والجهود التي يبدو لها الإخوة الوسطى أيضا مستمرة ومتواصلة وجهودنا السياسية مستمرة ومتواصلة ولكنها جميعها تصطدم بالتعنت الإسرائيلي تصطدم بعملية التسويف والمماطلة والتعطيل التي يقوم بها نتانياهو وهي سياسة ممنهجة لأنه يدرك أن أي وقف الإطلاق النار بمفهومه الدائم والشامل ومتطلبات وقف إطلاق النار هي تعني بالنسبة له بدء مرحلة سياسية جديدة تهدي البقاء لذلك هو يقارن ما بين بقاء في الحكم وما بين وقف إطلاق النار ووقف هذه الحرب العدوانية ووقف الانتقام من قطاع رزة لكن مكتب بن يمين تنياهو قبل حوالي الساعة قال نصا سيد النونو حماس تتمسك بموقفها غير الراغب في التوصل إلى صفقة ما ردكم؟ الاحتلال يريد أن يصور أمام العالم أن القضية هي قضية خلاف حول قضية الأسرة وما إلى شابة فيما الاحتلال يصر على ثلاث لاءات الأولى هو يرفض وقف إطلاق النار الشامل والدائم هو يرفض الانسحاب من قطاع غزة وحرية الحركة ما بين الشمال والجنوب والجنوب والشمال هو يرفض مغادرة القطاع هو يرفض إيصال المساعدات وإدخال احتياجات الشعب الفلسطيني ويصر على سياسة الحصار وبالتالي أي وقف لإطلاق النار لا يتضمن هذه القضايا الثلاثة والتي أكر عليها أيضا أن نطق رسم كتاب القسام بالأمس هو لا يعني أننا في حالة وقف إطلاق النار ويعني أن استمرار الحرب واستمرار العدوان على شعبنا وبالتالي متطلبات وقف إطلاق النار أو مفهوم وقف إطلاق النار هو مرفوض من قبل الاحتلال ويريد هدنا يعود من بعدها لسياسة القتل والتجويع والخنق والتدمير لأهلنا في قطاع غزة وبالتالي لا يمكن القبول بهذه المعادلة التي يحاول أن يفرضها الاحتلال لكن هناك طرح يقول سيد النونو لو حتى كانت هدنة مع عدم وعود جدية وحقيقية باستمرار إنهاء هذه الحرب ستة أسابيع من الممكن أن تكون كفيلة مع بعض الجهود والوساطات لإكمالها لما هو أبعد من ذلك والذهاب لإنهاء الحرب بشكل كامل هذا الطرح صحيح ومنطقي أم لا هل من الممكن أن تقبل به؟ النوايا الطيبة عالة يفسدها السلوك الظالم والسلوك الإجرامي الذي يقوم بها الاحتلال نعم قد تكون هذه نوايا البعض من التحركات وهم جدون في ميتهم الطيبة ولكن سلوك الاحتلال الذي يقوم به ونوايا الاحتلال الخميثة وما يخطط له لا يمكن الوثوق به نحن لا يمكن أن نثق بهذا العدو المجرم الذي مارس كل هذه الجرائم والتي تتكشف يوما بعد يوم عن قبحها وعن قذارتها التي لا يمكن العقل أن يتصورها وبعد انتهاء الحرب سيدرك العالم حجم المخازي التي ارتكبها الاحتلال والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في قطاع غزة وهي نقطة أخرى تشكل سببا أساسيا في أنه لا يرغب ويريد إطالة أمد الحرب لأنه يدرك أن بعدها أيضا المحاكم الدولية والمجتمع الدولي سيقف مذهولا أمام ما يتكشف من جرائم شيئا فشيئا قام بها الاحتلال لذلك لا يمكن أن نثق بقضية النوايا نحن نتحدث عن اتفاق واضح المعالم واضح النصوص قاطع الدلالة فيما يتعلق بما يريد الشعب الفلسطيني ومصلحة الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يحقق الاحتلال عبر السياسة وفي المفاوضات ما عجز أن يحققه بالقوة والنار والقتل لا يمكن أن ينال من إرادة شعبنا لا يمكن أن يذهب صمود شعبنا في انصياع وراء إرادة الاحتلال والسماح لهذا الاحتلال بالسيطرة على شبر واحد من قطاع غزة أو أن يستمر في السيطرة على قطاع غزة هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به وسنواصل الدفاع عن شعبنا وسنواصل مقاومتنا حتى يقف هذا العدوان إذا كانت هذه نوايا نتنياهو الحقيقية نهو لا يريد أي صفقة لا يريد إيقاف هذه الحرب لأن كما تقول ويقول البعض الحقيقة أن رقبت نتنياهو على الأقل السياسية هي على المقصلة الآن وممكن أن تكون هذه هي نهاية حياته السياسية لم تكن يعني بعد ذلك ما هو أبعد من ذلك بدخوله إلى السجن إذن الرجل لن يذهب أبدا إلى صفقة يصبح السؤال ما قيمة كل هذه المفاوضات والتمسك بها طالما أن النوايا معروفة سلفا والنتائج أيضا معروفة سلفا سيد طاهر هذا يعتمد كما قلت في البداية في السؤال الأول هذا يعتمد على مدى الضغوط التي يقوم بها المجتمع الدولي هذا يعني أن الإدارة الأملكية تحديدا إذا ما قامت إذا ما قامت بممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الإرهابيين في تل أبيب يمكن أن نصل إلى نتائج بهذا الصدد الأطراف الفاعلة في المنطقة أيضا يمكن أن تشكل عنصر ضغط أساسي المقاومة الفلسطينية أيضا لها دور في ممارسة هذا الضغط على الاحتلال وعلى المجتمع الصهيوني ليصل إلى قناعة أنه لا يمكن إخضاع الشعب الفلسطيني لا يمكن انتزاع أي استسلام من الشعب الفلسطيني ستواصل المقاومة دورها وواجبها حتى يقتنع الاحتلال اليوم أو غدا أو بعد غد بأن سياسته هذه فاشلة وتزيد المخاسر لدى الاحتلال وأعتقد أن هذه النتيجة هي التي سيصل إليها الاحتلال الآن أو مستقبلا المناء البحري الذي تتحدث عنه لولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى كيف تنظرون لهذه الخطوة سيد النونو؟ حتى الآن نحن لا يوجد لدينا التفاصيل الكافية عن ما سيتم القيام به وصلنا البعض وبعض ما ينشر في وسائل الام وبعض ما نقل إلينا من هنا ومن هناك وهو خاضع للدراسة بالنسبة لنا لكن من حيث المبدأ نحن أي مساعدة تصل للشعب الفلسطيني بدون أي أثار جانبية سلبية قد تكون هنا أو هناك نحن معها ونحن مع وصول المساعدات للشعب الفلسطيني بل إن مسؤولية المجتمع الدولي هي إيصال المساعدات وإحتياجات الشعب الفلسطيني ونحن كثيرا ما طالبنا بوجود ميناء للتجارة المباشرة والإدخال المساعدات بشكل سريع ومباشر لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة لذلك هذا الأمر يقيم ببناء على السلوك الذي سيتم لكن أنتم مطمئنون لنوايا خصوصا للولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تبدي نوايا حقيقية سنف الضغط على الاحتلال في إدخال المساعدات بشكل حقيقي غير مسألة إلقاء المساعدات جوا من مسألة الميناء ما هو الميناء سيكون بالتعامل مع السلطات الإسرائيلية وبموافقتها بل على العكس أيضا إسرائيل سيكون لها اليد العليا على إدخال هذه المساعدات عبر هذا الميناء البحري الذي ستنشئه الولايات المتحدة الأمريكية عبر الجيش الأمريكي بمساعدة من قبرص والإمارات وعدد من الدول لأن البعض يذهب للمؤامرة الذي يفكر تفكير المؤامرة أنهم من الممكن أن يكون بداية لشيء آخر يعني التخلص من حماس إدخال شخصيات أخرى لداخل المشهد الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة تكون بديلة لحماس إلى آخر مثل ما يقال في هذا السياق ما رأيكم؟ أولا التخلص من حماس هذا حلم لا أعتقد أنه يمكن لأحد الوصول إليه حماس حركة مقاومة متجذرة في الشعب الفلسطيني حماس فكرة موجودة حماس قوات على في الميدان قيادة حماس موجودة حيث يوجد أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان التخلص منها ليس فكرة قابلة للتنفيذ وبالتالي هذا وهم إذا ما البعض فكر فيه هذا نقطة النقطة الثانية إدخال وإخراج أحد من القطاع كما قلت هذا الأمر إذا أي من أبناء الشعب الفلسطيني يريد أن يكون في القطاع نحن لا نعترض على وجود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لكن أي سلوك آخر يمكن أن يراد أن يستخدم منه الميناء هذا يدرس في حينه ويدرس في حالته وهذا أمر مختلف عن قضية إدخال المساعدات إذا ما قلنا عملية إدخال المساعدات نحن نرحب بالمساعدات أي سلوك آخر بالتأكيد سيدرس وسيقيم إذا ما تم القيام به لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن على أي أشياء أخرى يمكن أن يستخدم بها البلاد ما قيل عن أن إسرائيل تريد تسليح بعض الشخصيات أو المدنيين في قطاع غزة ليكونوا بديلا عن الشرطة الشرطة في غزة أو الشرطة التابعة لحماس ويكون مسؤولون عن تأمين المساعدات الغزائية سواء التي ستدخل عبر البحر أو الجو أو البر هل هذا الكلام حقيقي طرح عليكم بشكل أو بآخر أم لا الاحتلال يريد الفوضى الاحتلال باستهدافه الشرطة وباستهدافها الجهات التي تنفذ القانون والتي تقوم بتنظيم المساعدات والتي تقوم بتسهيل وصولها وتسهيل حياة المواطنين هي تستهدفهم وهذا الاستهداف الهدف منه أمر واحد أنهم يريدوا الفوضى وقد تحدث أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الهدف الحقيقي الذي يراد منه هو استمرار حالة الفوضى في قطاع غزة وهذا الأمر لن يتأتى أن يظل مستمرا للاحتلال في المستقبل الاحتلال في لحظة من اللحظات حاول أن يفرض رابط القرى على الشعب الفلسطيني ولكنه فشل إدارة الشعب الفلسطيني هي شأن فلسطيني داخلي والآن أو مستقبلا سيستقر الأمر لإدارة فلسطينية يختارها الفلسطينيون لن ينجح الاحتلال محاولات الاحتلال كثيرة وتدخلاته وتدخلاته في أشياء الفلسطيني كثيرة وكل من يستمر أن يعمل مع الاحتلال يتم التعامل معه كأنه متعامل هذا ما كان في الماضي وهذا ما يعمل به الفلسطينيون في الحاضر ولذلك الجميع يدرك أنه لا مستقبل لأي إدارة أو أي جهة يختارها الاحتلال أو يحاول أن يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني أي إملاءات من هذا النوع لا يقبل بها شعبنا في غزة شعب أبي حر يرفض هذه المعادلات ولا يمكن أن يمررها هل لديكم تفسير من أن إسرائيل قابلت من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية أن تلقي بمساعدتها عبر الجو والآن الحديث عن إدخلها عبر البحر وميناء بحري لكنها ترفض ذلك عبر البر وهو الأسهل والأيسر وهناك سبعة يعني سبعة معابر هل هناك تفسير لهذا الأمر لديكم بالتأكيد الكثير من القراءات موجودة لدينا لهذا السلوك والتوقعات لسلوك مستقبلي للاحتلال وبعض السيناريوهات التي يفكر بها الاحتلال نحن ندرك تبعات هذا الموضوع ويندرك ما يفكر به الاحتلال ويقطط له وما يريد أن يفرضه من وقائع لذلك أنا قلت منذ البداية أن أهم شروط وقف إطلاق النار هو الانسحاب من قطاع غزة الوقف الشامل للعضوان ودخول المساعدات بشكل حر وبدون قيد أو شرط هذه القضايا الثلاث الأساسية هي تفسد كل ما يفكر به الاحتلال وكل ما يقطط له من أوهام يمكن أن يحققها مستقبلا على الشعب الفلسطيني طيب أنا انتهيت لكن عنا لي سؤال أخير الجولة القادمة من المفاضات متى وأين ستكون سيد النون؟ إذا ما حدث أي تقدم أو كان هناك أي عروض جديدة يمكن مناقشتها في أي مكان أن نحن لا يوجد لدينا أي فيتو على المكان كان هناك وفود ذهبت إلى القاهرة أكثر من مرة كان هناك مفاوضات جرت هنا فيها الدوحة وبالتالي لا يوجد لدينا أي فيتو على المكان أينما تكون مصلحة شعبنا سيكون وفدنا المفاوض موجود مع عشقائنا الوسطى سواء الإخوة المصريين أو الإخوة هنا في قطر سيد طاهر النون المستشار الأعلمي لرئيس المكتب السياسي لحماس جزيل الشكر لك